بويز السلام عليكم كيف حالكم يا رب طيبين معاكم يرهوست لي ليزي بوتاتو وجاينا اليوم نلعب سيكرو طيب جاينا نشرح لكم هي بالتفصيل الممل اسلوب انا في سيكرو حيكون مختلف شوية حبدأ على طول ما حطول كلام ما حشرح لكم اساسيات هنا حيكون كله في اللعبة سيكرو مناطق فحنجلس منطقة منطقة حمشي وقل لكم نوقف هنا ولا نسوي كده يعني حمشي منطقة منطقة على قد ما اقدر ححاول قد ما اقدر انه يكون فيه بوس ولا بوسين في كل فيديو بس ما وعدكم حنمشي بالمناطق احسن ما انه نمشي بالش اسمه بالبوسات طيب زي في السولز وغير كده كمان ما عندي فكرة كم هياخد منه نرن طيب لو اخد ثلاث ساعات اربعة الحمد لله لو اخد اكثر استمتعوا طيب كان انا بنختم سوا فالله نبدأ ما اطول عليكم طبعا الحيلو في سكر انه ما يحتاج نختار كلاس حنبدأ اللعبة على طول كلها نفس اللعب نفس الشي كلها نفس البلد ما تروح تدور سلاح ما تروح تدور شيء في تدويره البس هندور سوا فهمين كيف فبس طويل اللودنغ بتحكم طبعا انا الفضل سكرو تلعبوها بايكنترولر احسب القنترولر اسهل طيب بس انا في البداي حتمشوا عادي توتوريال ما حاسكيبو خلين نمشي فيه سوا برضو ااااااااااااا شاسموا اااا embrace BP يعني سكرو هي بالعموم تراها يعني لت عاملوها كلعبة solves عاملوها كلعبة كذا يعني قولوا بس اسرع مره مره اسرع بكثير هي الشي الوحيد فيها السولز إنه كيف أقول لكم نظام إنك لما تموت يرجعوا العداء وفيه زي نظام البومفاير وكذا بس أنا حس الحالة في تصنيفة دائما أقول لكم الكلام ده وركزوا أغلبكم يلعب كساموراي طيب ألعبوا كشينوبي كنينجا كده أنت متخفي ما أنت ساموراي طيب فبس شوفوا لما تجي علامة زي كذا معناتوا يمديكم تتنصطوا عليهم شايفين بسهم تحت هنا توقع في الكيبورد بحرف البي بيمان لكم كل التحكم في الكيبورد شايفين فدائما لما تلاقيوا واحد تتنصطوا عليه تتنصطوا عشان بيفيدكم من ناحية قدام في اللعبة كده يعني لو البيعين يبيعوا أسلحة وكده مرات حيقولوا لك لازم تسمع الجنود ايش يحتاجوا عشان يجيبوا لك البضاعة فاهمينك فيعني لو لقيتوا أحد زي كده دائما تتنصطوا عليه فبس زي ما أنتوا شايفين التحكم واضح هنا توقع هنا في سكره وعملين توجيهات واضحة كيف تتحكم واتوقع فيه مود حق الحلم العربي فريق الحلم العربي يكتب فريق الحلم العربي سكره يعرب لك اللعبة لو تبغوا تعريب طيب فأنا مبدئيا حقعد على الإنجليزي عشان الناس لو تبغى تبحث عن أيتمات ولا حاجات معينة بيبحثوا بالإنجليزي حتى أنتوا لو تبغوا تبحثوا عن شيء معين هتبحثوا بالإنجليزي فالأفضل أني يخليها بالإنجليزي إنه لو مثلا لقيتوني فجأة كده سكبتوا في الفيديو إنتم اللي تكونوا غلطانين يعني وتكونوا سكبتوا في الفيديو فش اسمه آه ودي ما نفتح الباب كده أقول لكم هذا المفتاح اللي يفتح الباب ذا بعدين تروحوا تبحثوا عن اسم وتشوفوا من أين ما أخذته فاهمين كيف أول شي طبعا لما تكلموا كرو هيعطيكم الهيل طيب الهيل حطوه من هنا وحتى هذه طيبة هذه ترجعك للبومفير ترجعك لشيء اللي هو زي بومفير هنا في سكر اللي هو الشيك بوينت تسموها ولا نقطة الحفظ ولا ما عارف ستبه تسموها أنا حقول لها بومفير كل عادة كلها بومفير في أي لعبة إيش مكان شكلها طيب أنا بخليها بره بس مو ضروري يعني وهذا الآيتم يهيي لك كمان أحاول أديكم يعني هذا الهيل العادي لزي الفلاسك كل ما تقعد على البومفير يرجع طيب وعندكم الهيل هذا هيل صغير يعني شوفوا دا حين الفلاسك هنا اللي مضغط سهم فوق شفتوا قداش هيلت تشبيه تحت هنا شايفينه وبس وبعدين هذا لو تستخدم وكمان يجلسي هيلك شوية شوية شوفوا دمي جالس يزيد شوية شوية طول ما دامه في الكلم الخضر معناته حيجلس يزيد فاهمين كيف وبس بعد ما تهيل حيمديك يطلع لو ما هيلت ما يمديك تطلع طيب بس مجرد ما تطلع حيجيك الانستركشن يقولك إنه هنا في سكره لما تضارب مع الوحوش عندك حاشتين ممكن تنقصها يا دمهم يا شي سمو البوستشر البوستشر هذا اللي هو يجي كده لونه أصفر حوريكم هو دحين شوفوا ضد هذا مثلا يجي فوق تفين تحت دمهم عليش شوفتوا هنا البصات يجي فوق بس تلاقوه تحت دمهم شوفوا تفينوا يجي كده يتعبى تحت دمهم ما أعرف كيف حشرح لكم بس إنه لو تعبى هذا قبل ما يخلص دمهم تقدروا تقتلهم فنشوهم ونشوت حافين تقتلهم ضربة واحدة فاهمين كيف حوركم هو مع هذا شوفوا تحت دمه طبعا في سكره لما تصدوا صد مثالي في احتمال زي كده تصيروا تقدروا تقتلوا لوحوش سووا الفينيشر يعني من أحسن الطرق إنك تعبى الشي الأصفر هذا إنك تصد سايفين الصد طبعا شوفوا في سكره يبغى له تدريب ما حتيقدروا من أول مرة تصدوا على طول وراء بعض انا بضرب كذا فجأة تلاقوني صديت شايفين وبدرت أصدهم الاثنين وتلاقوها قابلة ردود فعلك أكثر هو بس ما حيصد لو كان يعني شوفوا يعني ما حيصد لو كملت ضربة يعني شوف الضربة هو لو سوى كذا لو كملها حيقعد شوية قبل ما يرجع يصد فاهمين كيف بس لو سوى كذا وبعدين انت تضغطوا حق الصد حيرجع يسوي كذا تنفعك مع الوحوش يعني شوفوا دا حين حاجة يضرب شايفين اهو بضرب بعدين اوقفها شايفين كيف ها شايفين وبعدين تقلب الضربة لو ما يعني ما كمل الوحش حسنا نتغير حتى لانماشن حقها شايفين نتصير بالعكس شايفين فبس هذا أول شي ايش كمان عندك طبعا شارجتاك تخليك ضغط ارون هذا فائدة وانه المسافة طويلة شايفين كده يعني تقطع مسافات تقدر تضرب الوحوش شوية من بعيد يكونوا ما يقدروا يوصلوا لك فتقدر تأخذ أفضلية عليهم وبالمرة شارجتاك ينقص من دمهم كثير طيب فبس وطبعا فيه انك تصود كذا عادي احسن من انك تنضرب بصراحة بس المشكلة لو انضرب كثير حيطيح هوريكم هنا مع هذا طيب فشوفوا شوفوا لو صديت يجيني البارة الأصفر اللي تحت شوفوا كل ما يضربني يتعبى شوية شايفين لو عباه كامل انا زي اللي أدوخ بس التوقع ما هيقدر وايوه شوفتوا كيف عندي بيرجع بسرعة شوفوا خلي يضربني لو ما سويت لو ما جلس الصاد شوفوا يرجع بشويش مو بسرعة يعني شوفوا دحين لما عبي هنا شوف دحين كيف يرجع بشويش وشوف لو قاعدت صاددة شوف دحين لما ترفع الصد يرجع أسرع فخليك كده دائما لما تبقى ترجع هذا الأصفر تبقى يعني تخليه كويس البوستر هنسمي البوستر طيب ما عندي كلمة ليه بالعربي خلاص هو اسمه بوستر كده اسمه خلاص وشوفوا لما نقص صد مثالي كيف تتعبل لفوق الصفرة بس حجوني ناس وديع ترى مرة بسرعة يعني بسرعة بسرعة ترجع كده تفضل لو ما حضرب أنا فاهمين كيف وطبيعي كل ما ينقص دم الوحش أكثر كل ما تثبت هذه الصفرة يعني كيف أقول لكم تثبت ما ترجع يعني لنا الصفر زي كده فاهمين كيف فبس شوفوا لما تضربوا هما في الأغلب الوحوش حيحاولوا يردوا الفعل عليكم يعني لو صد الضربة تلاقيه بيدك ضربة وراها شوفوا شايفين اهو خلي صدها شايف أغلب الوحوش كده بس كل وحش لازم تتعلم لازم تعلم ضرباته أو تعتمد على رجود فعلك ما في طريقة أعلمكم في هذه يعني لازم تتعودوا معلش أنا ممكن حتلاقونك كلهم بسرعة بس انتوا لازم تتعودوا حديكم تفاصيل انه كيف تتضاربوا معهم يعني زي هذا شفتوني كيف تتضاربوا معهم لو تاخد راحتك معه ما بيتعبك مرة فاهمين كيف أنا شوقعك 8 دقائق هنا بس في البداية ما بين دخلة انترو يوتيوب ما بين هذا شوفوا ذول زي ما قلت لكم تجي علامة التنين يعني يمديك تسمع لهم وبعد ما تسمع تجي علهم علامة صح يعني ما يحتاج تسمع تاني فبس يعني طويلوا بالكم معانا شوية أول فيديو شرح اللي سكروا وأحسن من أول شي خلاص كلكم طلبتوها أنا استسلمت انهزمت هزمتوني مبروك شطار لما تكون عند اللجة اضغط مربع وتنزل كده هم بيعلموك ما يحتاج التعليمة تيجي وراي هنا هنا وراي بس خلاص انتوا حجيكم في الشاشة ما تحتاجوا أنا التعليمة دحين فاهمين كيف جيت مكانا ودي الكاميرا كبيرة كده كويس انه ما هو بيت لو كان بيت كان قروش خلاص تجوا هنا طبعا هنا في بوس حنتقاتل معه اسمه قنشيرو لو كنت لعيب تقدر تهزمه إلى حد ما هذا انت مرة لعيب لو أول مرة تلعب اللعبة وما شفت ولا فيديو وقدرت تهزمه عارف انه أمورك طيبة في اللعبة دي ما حتتعب مع الكم وحش كده شوية بس فاهمين كيف بس و لا سرع انك تخليه يقتلك وخلاص ما ما هيفرقان اللي هيصير في الناية توقع عليها تروفيه ماني متأكد انا هماشي الكاتسينز اسيبها لكم اتفرجوا براحتكم وقصة اللعبة حلوة بس انا هخليه يقتلني يا يلا 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 ينشره بس اختصارا للوقت طول علي والله يلا يبني يلا يصدوا الوحوش هنا يصدوا زيك يسووا قرابتاك حرفيا يعني هنا هتلعب اللعب غير عن السولز شيلوا فكرة السولز من راسكم طيب نباللعب هجومي وفي نفس الوقت تكون فاهم انت ايش بتسوي انا نصيحتي دايما اي واحد جديد تضربه ضربة ضربتان يعني لا تسوي كومب ورا بعض ضربة واحدة واستنى صد وبعدين ضربة واحدة زي كده او ضربتان زي كده فاهمين كيف الحسب هو قديش يخليك تضرب يعني وبس الانوار دي نسيت افتحها بس اتوقع خليها طافية مو مشكلة ما تبغو انتوا اتوقع حاجات كثير تلهيكم عن تركيز في فيديوهات الشرح حقنا شوفوا هذي البومفاير اللي ما قلت لكم بومفاير دقيقة نشيل الايتمات كلها طبعا هذي البومفاير شايفين اي واحدة تلاقوها زي ذي اقعدوا كده عشان تفكوها ولا تخاف الوحوش ما حيرسبنوا لازم تضغط على كلمة رست اللي فيها او استراحة عشان هذا هتلاقي هذا هنا موجود هيقول لك ضرب معايا اوشي اهزموا اقضي عليه هذي عيال لو انتوا عندكم مشكلة في التحكم في البداية طيب يعيال ويعيالات يعني لو عندكم مشكلة في التحكم اش اسمه تعالوا عنده اتدربوا عنده يدربكم على الصد يدربكم على الهجوم الهجوم القوي وعالهجوم اللي من الخلف كمان راهمين كيف؟ انا حوريكم الحركات حبا حبا ما حلمكم كل شي مرة واحدة عشان لا يحصل لكم كيف اقول لكم اه اوبرلود ينحرق دماغكم كده يطلع دخان فاهمين كيف فبس فاخدوا وسولوا اكسبت هذا ممهم عنده مهمة هنا يعني لو تبتوا تشوفوا القصة كده خدوا راحتكم هذا الصندوق ايش فائدته هذا لو فيه زي في السولستر موجود هذا انه لو ضاعلك ايتم ولا شي يعني ايه اساسي في اللعبة ما حتقدر تكمل اللعبة الا بيه مفروض كانت تاخدوا انت نسيت تشيلوا من الارض مثلا ولا موت ولا وتفر ولا كرشة اللعبة فاهمين تلاقوا في الصندوق ذا تلاقوا الصندوق ذا منه وتاخدوه منه خلاص هذه يحس معلومة مهمة اخني اقول لكم ايا من البداية فبس وهي طبعا في البداية حيكون مرة كريه عندك بس هيل واحد والايتمات الصغيرة ذاك ما تبت استخدمها كثير وعندك الـقرافلينج هوك طبعا اللي هو هذا الخطاف فبس الجدارة تقدر ما توقع في شيء هنا اعلمكم هو يعني اللعبة مو مقصرة هنا في هذا واحنا حيكون بدايتنا هنا الاشينا هادي المنطقة احاول اقفل اغلبها يعني ليه البوس حقها فهمين كيف على حسب مدة الفيديو بس هحاول قد ما أقدر فشوفوا هنا لما تقودوا على البومفير عندكم ترافل تتنقلوا بين المناطق وعندكم اللي هي الرست رست لما تسويها هذي الوحوش يرجعوا وإنت دمك يتعب وترجع لك الفلاسكات لو ما سويتها بس يرجع لك إيش اسمه الفلاسكات طيب هنا ممكن تبدأوا بأي طريقة طبعا فيه وحوش يجو كذا تحت تقدروا تنطوا عليهم من فوق أهم شي لا تضغطوا بدري لأنه سيارة دوارة حمرة ولازم تعملوا عليهم تخليه تارجت فاهمين كيف ولما تقتل واحد دايما نخليك ضغط مربع يطلع زي الهوى كذا عشان تاخد اللوت وتقدر تقتل كم واحد سوى واشي اسمه تاخذ اللوت مرة واحدة هنا نبقى نطلع من فوق من هنا أخذ اللوت هذا وأطلع من فوق واللكري هذا شاف أنه نكتله تحت وبعد أن نطلع استنهم هم يجوكم أحسن اي تعال هذه الضربة يضرب ضربات كثير كذا شايفين بس شفتوا فائدة الضربة الشارجة تاك أنه تضرب من بعيد بعيد يعني فاهمين كيف فبس طبعا حتلاقوا كثير دايما نسووا كراوش كذا يصيروا ما يسمعوكم ترى تقدروا تسووا السينيكة تاك كثير بس نجي من فوق البيت أول شي من فوق البيت اي من فوق البيت في هذا نكتله برضو نفس الفكرة حتى لو مجد بالنطل تضربوا تعالوا من ورا حتلحقوا ترى مو على طول يشوفوكم يعني نادر ما يجيك وحش اللي يشوفك على طول فاهمين كيف فبس هنا دحان يكونوا هنا في وحوش أنا حاول بالتفصيل بالتفصيل يعني الرنح يكون مرة مليء بالتفاصيلة فما ليش الناس اللي تطفش من الأسلوب هذا الفيديو مو لكم حنكتو كل الوحوش حننظف المنطقة أول شي يعني نظف لكم هي من اللوت حرفيا ما يبقى شي يتلوت وبعدين ثاني شي نسويه إنه إيش اسمه أوريكم طريق لو في بوس مثلا قتال وحش ولا شي كيف ترجعوا بسرعة هنا في كلاب الكلاب استنى هو ينقذ عليك كذا صد واضربه لا تضرب الكلب لن هو يضربك فاهمين كيف أهم شي الصد كيف هنا في واحد كمان دائما كده نزلوا الكاميرا حاولوا الترقيتوهم بأي شكل من الأشكال حبا حبا اللعبة يعني بغالها كيف أقول مهارات الشينوبي تكون كده النار تكون فاهمين مهارات النينجا بس هنا في سيف ايش سموا هذي بامفير والله ما نعرف كيف تسميه هذي حق سكره المهم من اللي هو التمثال وفي الدجاجة ذي نقتل الدجاجة او ممكن الدجاجة تكون نتبهوا الدجاجة قوية عيلا الدجاجة مره مره قوية هنا الرول ترى هذا الرول هذا كذا ما حتستخدمه كثير اللي هو الدودج اللي بنستخدمه في السولز بالهبلة هنا ما حنستخدمه كثير إلا ممكن مع بص واحد ولا بصين خلاص لو انضربتوا هنا ممكن تسويوا رست عشان يرجعوا تبيعكم أنا حسوي بما أن انضربت يعني غبي طيب طبعا تحت في 500 كلب وين هم ذال ها شوفوا شايفين عشان ما صدات على طول هو عنده ضليل كلب دايما هم دايما حينبحوا بعدين ينطوا شايف بس واستنوهم ها حبة حبة شوف ينبح بعدين ينط أو يروح كده بس حينط نصيره يجي شوف هذا أسهل طريقة عشان تكتل الكلاب لا تدخل وسط الوحوش وتسوي نفسك كلاب وليش الولد الفتك اللي حضار معهم كلهم في نفس اللحظة طيب نحن هنا نطلع من هنا من عند الشباك هذه ضروري ضروري تأخدوها الشركين هذه الأيتمات اللي زي كده تجيكم خليني أوريكم هي هنا شوفوا تجي هنا في الـ وتوقع يكون لها شيء مكتوب شايفين أول الكلمتين زي كده تروح توديها للي في البداية يعطيك شيء تركب في اليد بعدين نركب احنا ما نحتاجها لحين ترى طيب تعالوا معي بس انتم تكملوا معي ومع عليكم من أن نوديها الحين بس تطلعوا من هنا شايفين كيف تنقذوا هنا وتطلعوا فوق خذوا الأيتم ذا عشان مو بطال حين حنروح نتضارب مع أول قائد صغير كده يعتبر ميني بوس طيب هنا خليكم كده مدنقين بعدين سووا هك على هذه طيب شوفوا هذا هو هذا تقدروا تجوه من قدام وتتضاربوا معاه لما يكون عنده نقطتين حمرة يعني عنده دمين لازم تسوي له الفنش مرتين أو تقضي عليه مرتين زي ما نقول يعني تخلص دمه بعدين تسوي لهذاك الحركة حق القتل بعدين تعيد تعملها تاني فاهمين كيف تضارب معاه تاني دمه يتعبوا بعضهم حتلاقي عندهم أكثر من كده أكثر من اثنين طيب فهذا نبغى أفضلية عليه بأننا ننقذ ونعمل له سنيكاتاك كده يصير نضارب معاه مرة واحدة بس فاهمين كده اختصرتوا على نفسكم مرة فهذا برضو أبو غريت سورد لاتبعدوا عنه استنوا هو يضربكم أو ضربوا ضربة كده وبعدين استنوا يضرب شوف دايما هيضرب هو وهذه الضربة اللي بيده دايما هيتبعها بش اسمه ضربة فكروني بضربة سلاحي يعني يصدوا يده لما يسوي بيده كده فدائما نفس الأسلوب وشوفتوا الكلمة الحمرة لما تجي فوقه هذي معناته سيسوي بتاك كده سيسوي لك ضربة من تحت كده فانت أنقذ واستغل الموضوع كمان أضغط كأنك بتسوي داب الجمب على إجدار أنقذ عليه البار الأصفر الفوق شوفوا دا حين حسويه أنا على حفظ إجدات كده فالبار الأصفر فوق مرة يتعبى كثير لما تسويه صح شوفوا واضربوا أروان شوفوا ها ها كيفين هذا قراء بتاك شوف قتلني ها 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 لما يجي كده لازم تسوي دوتج الأحسن أنك تسوي دوتج على اليساره طيب وطبعا أنا هنا موت يا أخي سارة ستكروا ما تموت لسه تقدر ترجع حي فأمين دحين يجي كتسين وكذا بس تضغط زر الأروان ترجع حي يكونوا كتبين اخونا نضارب معه ثاني شايفين بعد ما يصد يضرب على طول شايفين اخو شايفين الضرب الحمرى دي لما يستخدمها مرة مبسط وهيل لما يسوي كده معناته بيعبي دمه شايف عب الأصفر المفروض ما خليته أنا بس مو مشكلة عشان دمه قليل فبتتعبه أسرع هذي اللي فوق وغير كذا ما تسرع شايفين كيف فما تشيلوا هم شي انتوا بس تعودوا وبتزبط معاكم ما عليكم يعني بس هي الضربات زي كده دايما الضربات نوعين هنا في سكروا هي الضربات عادية تقدر تصدها زي ما شفته كده يضرب بيده يضرب برجله هذه تتعود عليها تحاول تحسبها دايما تضرب ضربة كده وتصد والصد أنا عن نفسي دايما أسوي ضغطتين كده فاهمين كيف يعني قبل ما أسوي مرات لو وحش جديد يعني من بدري أصد وبعدين لو حسيت لا قدرت أحسبها أضغط الضغط الثاني فاهمين كيف سريع عشان مره سريع الصد فا يعني الله يعينكم والله من يعارف أنا الشرح هذا كيف هيفيدكم بس انتوا طلبتوه لو مفيد نكمل لو مفيد قولولي وديع وقف هجي واحد كده الي ارتجر لان وقف بس نجي من فوق هنا هذه منطقة ملغة موحوش طيب حنوقت لهذا بدأ حيجي السليا واحد من تحت وفيه هناك احد مع مسدس مثل هذا طيب خلال مرحوا هنا انقذوا هناك اثنين الى تعالوا على الشجرة ممكن تستريقوا السمع هنا جاهدوا القصة حق اللعلمة بكل حلوة يعني يركزوا مع ها شوي لا لا تسويوا زي انا بسكب انا عشان الوقت حق الفيديو نحاول نختصر قد ما نقدر شفت الرصاصة هذا الحيوان اللي هنا حاولوا تروحوا عنده من هنا مو من هذيك اللي عليمين زي ما انا كنتم سوي قبل شوية تمام مره مليان وحوش خلاص ودائما نخليكم مدنقين كده عشان يشوفكم احد بالغلط هنا أبغاكم دحين ترجعوا فوق هناك ثاني عشان هنا اكثر واحد حيتعبكم هذا اللي من هنا انا حوريكم هو من هنا سوف هذا هو يبغى نكتله هو كبير ومعه مطرقة ما هو صعب يعني قابل للتضارب بس الأفضل انك تكتله زي ما انا عملت هذول لأسف كان مفروض واحد فيهم على القل اكتله عشان يعملوا لي الزحمة اللي هم عملينا الحين لما تسوي الواحد الفنش ترى كده يبعد ويخافوا الله قتلوني يا صاحبي هذا مرة اللي يكون لابس كده كأنه لابس عشوب انتبهوا منه مرة قوي يكون فاهمين كيف وبس زي كده شايفين حبة حبة ها المفروض عندك كل القدرة انك تصد زي ما تبغى ولما يصدوا على طول لما يصدوك صده هم عندهم صده مثالية يطلع نفس الصد حق الصده حقه كايرف انه هيضرب كوراة على طول جاهز يا انك تصد صده عادية صده مثالية والأفضل تعود نفسك على الصده المثالي عشان ما حتاكو العيش مع البصات لو متاير صد صد مثالي فاهمين كيف بس هنا اطلعوا في لوت هنا انا ان شاء الله الطريق اللي حمشيكم فيه مرتب يعني فانتو بس امشوا معايا وحديكم راحتكم يعني حتى لو نطويل السلسلة بس اهم شي انه ما اعمل لكم فوضى زي فالعاب السولس فاهمين كيف فبس مفروض هنا خلصنا اغلب الوحوش خلاص ترى هنا حجيكم هذه الحر ما شايفينها كلموها شوفوا الديالوج اي خيار تقترو ما حيفرق مرة ترى ما حيفرق في المحصلة النهائية زي ما نقول فبس هنا في دجاجة انا عن نفسي حيب اقتلها عشان في هنا فلوس اصلا بس الدجاج دايما اشحلوا ايو لا تسوي زي اشحلوا الاروان من بعيد لا تخلي يضربك بس هنا تعالوا ودنقوا كده واكسروا هذي في 300 ريال 300 ريال اذا حين يكتبوا لكم من 300 خلاص انهزم وديع انهزم خلاص طيب هذا كلمو قل له انسر كده عادي يعني بس كلمو عشان التروفي اذا توقع اذا تفرج معاكم في التروفيات والاشيفمانس وكده هذا دنقوا اللي بان اقتلوا طيب هنا انا هوقف هنا نرجع تستخدموا الايتم هذا اللي حطناه برا هذا طيب استخدموه ارجعوا للدبلت التمبل هذا طيب كده صاح انا ايوه الدبلت التمبل هذي اول خيار يرجعك للبداية عند الحداد احنا هنسمي الحداد هو ما حداد بس نعتبره حداد بس اللي هو مكان البداية هذا طيب والتاني ترجعك لاخر بمفير قعدت عليها فبس لو انت زي ما عندك هيل ولا ما فارقينه اكلموا ايما شوفوا ايما هذي في ايتم تعطوها هو اللي هو اسمه غورد سيد هذي شايفينها هذي تزيد لك الفلاسكات كل ما تجيبها هنعطيها هي وتقريبا توقع في الفيديو ذا حنكمل حق ثلاثة في الفيديو هذا وبس تكلمها خلص الديالوج حقها اغلب المرات حيخلك تبطر انك تكلمهم اكثر من مرة وانت بتكلم شايف ما زادت لي على طول تاني مرة هوت سوي يس وخلاص كده زد تلهي حق الفلاسكات ما حيبان على طول لازم اروح اقعد ارتاح في البومفير وبالمرة بما اننا نجينا نكلم صديقنا هنا خلص الديالوج تمام يعطيك الكتب هذي تعطيك السكلات بعدين فهمكم هي حبة حبة عشان برضو ما يحصل لكم افرلود كلموا وكملوا كلام سوي بريزنت شينوبي فت نيو هادي كله ايوا يس 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 فاهمين نضغطينا اوكي خلاص انت صنعتها دحين هذي تطلق الشركين تعرفوا الشركين النجمات هذي حق النينجا بس تقدروا تحطوها من هنا شوفوا من المنيو هذي الثلاثة اهي موجودة ولو تضغط مثلث يقول لك ايش الزر شايفين هناك الناحية اللي مين كاتب لك الارتو هي اللي تخليك ترميها طيب فيه ناس يستخدموها كثير انا مو منهم استخدمها بس مع البوس اللي احتشت هنا دحين جينا احنا كلمنا التمثال يجيبك العالم كانك في الماضي طيب حنعمل نص العالم هذي بعدين نرجع لي عالمنا ما حنكمل هذا العالم طيب عشان الناس اللي قلقانين متوترين فلاسكاك خليتنين هنا شوي طويل المشوار بس عشان نسهل عن نفسنا سوي رست كده شايفين فبس ما حنتعلم سكلات الحين طبعا ننزل هنا مهم هاي هذا هنا هنا حبا حبا ما في شي يعني هذا اللوت لوتوا هذه الأغراض ما حنحتاجها الحين بعدين اقول لكم ميش تسوي حبا حبا هذا لما تسألوا السؤالين كلها بيموت بس قصة برضو ما حيفرق مرة انا هنا احب انزل فيه اتنين هنا اقتلهم على الجسر بعدين ارجع من ورا انتبهوا من هذول اللي عندهم نار شايفين مرة كاريهين اخ اخ سيت انه ما عندي ميكري في شي اسمو ميكري حاعلمكم عليه بعدين الكلمات لا يشت تفترين هاي هاي algo هاي أعرف لهم أرد ما فيه مو مشكلة إحنا علينا بس السمكة سوفوا في سمكة هنا في مكان ما تكون تحت يفينا ديكا انزلوا فوقها طيب انزلوا واضربوها على طول لو ما قدرتوا ترى يمديكم هنا في المواية تسووا داش طيب الدائرة شايفين والداش هذه يعني السمكة ترقيتوا سووا عليها تارقيت اللوك اللي هو بالـ R3 بعدين تسوي دائرة وفي نصها اضغط أرون شوفوا تقطع مسافة طويلة حاوريكم هي في سمكتين كمان هنا حاوريكم السمكة هذي تنزل عملة خاصة هي ما بقول انها عملة سرية قد ما انه شي ممكن بعدين نفرمه بس هي فرصة انك تقتل حاول على الأقل تقتل اثنان هنا بعدين حتجيك مهارات تسهيل لك الموضوع ذا أكثر بس لو قدرت تقتل اثنان انت أدات المطلوب لا تجد الاستعرق مرة عشان لو ما قدرت تقتلها بتروح وزي هذيك اللي تحت ما يمديك توصل لغاطسة تحت الماية بعدين اقول لكم كيف تخطوصوا تحت الماية آخر اللعبة بس تجوا تكلموا هذا هنا القدر هجيب لكم هنا ايتم اشتروا هذا طيب الوذرد ريد جورد هذا لما تشربوا يشيل لك النار انا ما حاستخدمه كثير ممكن استخدمه ما ادري بس يفيدك مو بطال فاهمين يشيل النار ونفس الفكرة يتعبوا كل ما تقعد على البومفير سأنا شوفوا دمي ناقص فحاشرب هنا للأسف يعني للأسف انضربت كثير برضو فيه ايتمات هنا وفيه كلب واحد هنا بس هذا الكلب نقتله بالشارج يموتوا بضربة كيف ما اعرف اصد انا لفا لعب السوز ولا في سيكيرو ولا في اي شي هنا غصبا عني لازم اصدلي لأسف يعني طيب هنا حنطلع من فوق تعالوا كده يمين مرة لحموا دكيقة انا نضيع هنا دابل جامب هنا على الجدار وحاولوا تدنقوا عشان ما يشوفوكم الاخ في بومفير هنا لو انتوا خايفين تموتوا واحسن تفكوها انا بس بالمرة يعني احب ترقيت الاخ اللي هنا هذا ونقتله اول بعدين نتصرف مع الكلاب فاهمين بالاغلب الكلب القريب منك او اللي حيبدأ بالنقزة هذا واحد انتبوا ترى مرات ينقزوا ورا بعض والكاميرا ما تساعدكم ها عفيد سهلات بس نيجي هنا ننقز على ذا برضو عشان نحتاج نفرم شوي عشان كذا جالس اقتلهم لو تشوفوا في بار فوق هناك على اليمين بيتعبن يحتاجوا يسير اثنين عشان نفكلكم حركة اسمه ميكيري كاونتر او صد الميكيري هذا صد من نوع اخر احاول افهمكم فيه لما تقعد زي كده تفكها ترى لو ما قاعدت عليها ما تنفكها ما ينفع بس تعدي من جنبها هنا حاولوا هذا تضاربوا معاه هنا لا تضاربوا معاه في الطريق عشان فيه اثنين حقين اسم سوف انا حسب عندي الميكيري لسه حاولت أسويه قبل شوي طيب هنا ممكن تقعدوا عشان تهيلوا بس مو مرة فارق اهم شي لما بعد ما تخلصوا تعالوا من هنا من ورا نبدأ بحقين الاسم دايما 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 حقين المسدسات وحقين الاسم اقتلهم هم اول لا تسيبهم بعيد وانتو تتضاربوا مع احد الا لو عندك جدار ولا شي زي كده هنا فيه اثنين فيه واحد هنا اهو هذا نقتل اول ودايما دمهم قليل يكون ترى شوفوا الثاني اللي قاعد هذا اللي تاكي هو الثاني شوفين كيف قتلناه بسرعة فبس هذا السنويش يسوي وعلى حسب لو صد صد لو ما صدقتلوه خلاص زي ما سوينا دا حين بس فيه لسه كمان هنا لما يطلع صوت زي الجرس اعرف انه شاسمه لبلت هذي اللي فوق على يمين هذي العليمين تلفل بيها المهارات فاهمين شوفوا حق الاسم اهو بس مفروض اقتلوه اول شايف الطمعة 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 بس عشان ما شاء الله حقيل اسهم مره مره يضربوا بسرعة فاهمين كيف فلا لا تستهينوا بيهم انا دايما استهين بيهم ايش الفكرة ما عارف انا في واحد اقتلوه اول عشان توقع ما في غيره خلاص عشان تجلس دمشوا براحتكم طبعا دايما لو دمكم قليل تقدروا ترجعوا وتلفلوا كذا وتجوا تاني فاهمين او مثلا تطلعوا الهيلة الصغير هذا وتستخدموه واحنا نمشي من مكان لمكان عشان يعبي باقي دمك فاهمين كيف زي ما انا سويت دحين بس المنطقة الجاي فيها خمسة ستة وحوش فاهمين كيف فبس برضو هنا لو مدتوا لاي سبب من الاسباب البومفاير شوفوا هنا هنا فمو لازم تضاربوا مع ذول كلهم سكروا حلاوة العالم زي شبه مفتوح كذا يعني مو لازم امشي واروح اتضارب مع ذول اللي هنا وكذا مو كن اجي من هنا وخلاص من هنا اطلع وكذا بشوش كني ننجا فاهمين كيف تسلل خلاص وبنروح من هنا طيب فبس من هنا حتلاقي في واحد هنا قاعد تاكي حزين مو مشكلة اللي يشوف انا من بعيد اهم شي نكتل هذا قبل اللي يجي التاني بالاغلب اللي شاف انا كلب ترى يا كلبي يا حق لسهم بس انو يجي بتوقع الكلب اللي حيجول بتوقع الكلب اللي يجي التالي في واحد هناك على اليمين شايفينو لو طولوا كذا ممكن تقتلوا ناس تانية زي هذا يادا اقتلوا عشان اللي يجيكم من قدامي بجعكم اه احد شافني اخلي الكلبي يجي ما قتلتو اه كلبين والله سيت او عوي نوت شوف عوي ها نوت ما يبا نوت والله سقتلنا خلي التالي تيجي اسحابهم هنا واحد واحد لا تخشوا جوه احسن لكم ترى هذا مو شايفني لسه ممكن ناخد افضلية عليه ما زبطت او يا ربي يا ربي يا ربي الله يسرنا الله يسرنا من سلسلة الشرح دي دائما استخبوا كذا عشان في حقاسهم هناك دائما انتم شايفين هذا شوية دمه كثير انتبوا منه هذا حق الفاس دمه مرة مرة يعني كيف اقول لكم ما يتعور يجلس يصدوا ما يصدوا من الكلام ذا شفوا هنا تيجوا من تحت ممكن حقا لسهم يكون شايفكم بس هو ذا المفروض اول واحد نقتل على فكرة وذو كلهم اللي قتلتم انا مفروض ما قتلتهم اقتلوا هذا وانتبوا من النار هذه اتر تقدر تضربكم اتعبانين ذولا داخل في كلاب هنا ممكن تيجي فاقتلوا كلاب اول شفتوا الايتم هذا شلتوا هنا من الارض ترى لا تنسوا تشيلو هذا حق النار عشان نحتاجوا مرة اضربوا نجيبكم هنا عشانه شايفين صدوا واضربوا يلعبوا بشويش بيهدوء بيهدوء مرة بيهدوء الزيت هذا ترى لطيفة حليو فلا تنسوه خطوا أيتم النار أيتم النار اتشال من هنا شايفين من جنب النار أيتم النار من جنب النار بس عدوا على البيوت هذي وفيها هذه العلامة شايفين هذه الحاجة هذا لما تشيلوه هو الوا�� تستخدمون شوفو جنب الشركين هناك تحت اليمين هو الوا passage تستخدموه عشان ترمون شركين شوفو الورمي الشركين الآن نقص منو واحد شايفين كيف هو العملة زي ما نقول مستخدمه في أحد وراي لسه قدامي وما شفته كله عشان أشرح لكم فبس خلاص كده انتم لو ما تخلصوا هنا تقريبا شبه تقريبا خلصتوا يعني قتلتوا كل شي فاهمين كيف وما تشيلوا هم كلموا هذا توقح يموت مفارق معنا نكمل على طول هنا في واحد المفروض يجي على اليسار بس طرنا شو نبغل الاختصار احنا اول طيب فنجي هنا نفتح الباب هذا هذا الباب صار اختصار عشان لا تعدي على كل الوحوش اللي عدينا عليهم قبل شوية شوفوا يرجعنا وين لو تمشي سيدا يرجعك عند البومفير اللي فتحنا شايفين كيف يصير تمشي انت من هنا او حتى لو تبغى تمشي من ورا بدون ما تضارب معاهم بس احنا داحين خلاص حنرجع وشوفوا معنا لفل اثنين في اليمين الرقم اثنين شايفينه هذا حق المهارات تيجي هنا تسوي acquire skill وهذه هي شجرة المهارات لازم احرك نفسي دقيقة حاجي هنا بس في النص بس زي ما انتم شايفين احنا حنبدأ يعني مر فيها كلام كثيرة شجرة هذه انا حمشيكم على الطريق حقي طيب كل مهارة لها فائدة بس الاساسي الاساسي حخليكم تاخدوا اول اللي هو زي اللي يزيد لك اللي هي اللي يزيد لاختفاء حقك واللي هي الصد انواع الصد يعني زي هذي ميكري كاونتر يقول لك تضغط دائرة وعلى قدام تسوي صد لاي سلاح طويل هذه انا مرة مهمة عندي يعني واحد يجي يطعنك كذا فاهم يجي يسوي لك كذا يجي يطعنك كذا انت تدعس عليه تدعس على السلاح وكذا وتطعنها مهم كيف مرة هذا من اقوى من اقوى اقوى الضربات بس وطبعا الرقم اللي هنا اللي بالاحمر شايفينه واحد واثنين هذا اللي تحتاجه عشان تلفل المهارة يعني تحتاج واحد ولا اثنين ولا ثلاثة المكان هنا انك تجلس من هنا تمشي من هنا لين قدام كذا تفرم تقتل الوحوش ترى مرة مرة يطي كثير من هذه حق المهارة فخلوها في الحسبان طيب طيب احنا هنسوي دي حين الترفل نرجع لأول شي بليت التمبل نبغى نركب النار اللي جبناها نحتاجها ونبغى بس نبغى هي ما نبغى شي تاني تصدق بس النار ممكن نجيب الفاس وكذا بس بعدين هخلي لكم هي الفيديو قدام تعلمنا على الميكي ريكاونتر لو تبقوا تتعلموا عليها دايما اي مهارة جديدة تفكوها ارجعوا لهذاك اللي زي الزومب اللي ميموت اللي قلت لكم تتدربوا عليه بالضربات شايفين كيف سويت عشان اتعلم الشسمها هنا كده شوية بس ايو عشان اتعلم حق النار شوفوا صنعتها ايه صارت موجودة تقدر تغير بينهم بالمثلث ماعرف في البي سي حيكون ايش بس تقع F ولا C طيب هذا لو تكلموا هتقدروا يدربكم على الميكي ريكاونتر اتدربوا معاه عليها شوي ترى مره مره حلوة طيب بس دح نرجع هنا نسوي ترافل روحوا اشينا اوتسكيرت هذي اوتسكيرت والجيت باث هذي حاوليكم دا حين طريق مختصر عشان تمشوا ما نمشي المسافة كلها عند الوحوش الكثير ونرجع نكمل من طريقة انا طيب فاركزوا معايا مصعب مصعب التطبيق شوفوا تنقزوا بعدين هنا شايفين سيدا مشينا هذا الجبل انت هتنقز وتروح وراه كده يعني شوفوا كيف يعني زي كده شوف ولا تتحمس مرة هاي هذي بس هذي بس تمسكها بس يعني خلي عينك علي انك تضغط L2 سوي Spam L2 لانت تشبك فيها بس انت نازل ما توقع لازم الكاميرا تحطها قدما انه يعني بس انتبوا تتحمس و انا دائما اتحمس و ازقع في الارض اطيح يعني اموت من الطيحة فهمين كيف هنا سووا كذا وبعدين اوطوا ما يحتاج يعني تطالعوا ايش حوالكم لا تخافوا ثقوا فيي بس هذي كريه مرة كريه هذا طيب فاحنا هنقتلوا بسنيكتاك هنوديع خربت عليهم ما تضاربوا على حق المدفع مدرئة مو شغلي خلص ما احد قالوا تفرج فيديو شرح شوفوا تنزلوا هنا ولا شو رايكم كده عن جاي نشوفوا فيديو شرح حشان تسهل لكم الامور انزلوا هنا يمين ما في شي يعني يقولوا هنا هذي بس ايتيمات هنا فيها لوت من مبدأ تنظيف المناطق فاهمين كيف بس لحينا من هناك هذي سكراب ايرون الحاجات دي عشان نطور بها الحاجات بعدين فجمعوها مرة طيبة هنا طبعا لا تنسوا زي كده اللي تيجي زي كده معناتوا تقدر تمسك في الطرف حقها تنط وتسوي مربعة توقع تنمشي في طريقنا تقدر تنط في اخر شوية يوم ولازم كلها تجلس تسحف 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 هنا هنا شوفوا تعالوا من هنا يسار ووالا وانادر بومفايا شايفين كيف بس انا توقع قادة رجعت لهذا صح في الديك هنا سوي له سنيكي سنيكي مات جي جي هنا في واحد بيع طيب هذا البيع كلموه وأشتروا منه هيقول لك كلام ما كلام تبقوا تقروا عشان قصة أقروا قصة حلوة أرجع عيد وقول مرة رخيصة الحاجات حقته أشتروها ويأطيك معلومات أماكن أسلحة أماكن كذا هذه الحاجات تتركب في اليد زي كده يديك نصايح وبعدين هيصير بيها حاجات واشتروا منه تاني المعلومة يقول لك على مكان سلاح النار بس حين عشان جبنا حياطينا تعويض شف يقول لك عندي فحين فحياطيك زيت الزيت هنبغاه شايفين كيف فبس دحين ما عنده شي خلاص مرات هتلاقوا زي كده غبار أحمر الغبار الأحمر هذا لي علاقة بالقصة ومرات هكون يعني مهم في التروفيز والحاجات هذه فاهمين كيف هنا حنيجي من اليسار هنا وأطلعوا هنا فوق برضو خليكم دنقين كذا خليكم اللي تحت تحت ناخذ الآيتم وهنا فيه اثنين نتنصط عليهم تعالوا من فوق هذول هم نتنصطوا عليهم يقول لك فيه وحشين هم ماسكين وطيب هذا كمان ثاني مينيبوس حنا نضارب معه خلي عينك على هذا اللابس كده زي العشب فاهمين كيف هذا اللي صعب فيهم الثاني أسهل هذا عنده بس متان ضربة هذي صدوها وخلاص لا تجلسوا الضربة معه لو ما ضربكم اضربوه لني موتوا خلاص بعد ما تقتلوهم سووا ستارت هنا وستارت هنا يوقف اللعبة مو زي دارك سولز اللعبة ما توقف طيب أباكم تشيلوا خلاص كل شي خلوا الهيل بس حطولي الزيت وحطولي هذا غايشين شوغر السكر هذا شوف هذا كله شوغر 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 السكر هذا كل واحد لي خاصية الأخضر أنتوا شايفينه هناك ترفي اليسار عشان لا يقول لي أحد من يشايفه الأخضر يخليك ما يقدروا يشوفوك العداء بسرعة هنحاول نستغلها دحين بس لو ما قدرنا ما قدرنا عادي مو مشكلة هيخلينا القتال مع الوحشة أسهل بس عشان حنشيل الجزء من دمه طيب غوكان شوغر الأصفر هذا توقع يخلي البار الأصفر حقك ما يتعبه بسرعة الأزرق يزيد الدفنس حقك يصير دمك ما ينقص يعني مرة بقوة والأحمر يزيده هجومك طيب هذه استخدموها زي ما انتوا تشوفوا بس أنا شوف يعني استخدموها بس وقت ما يبقى من دم الوحش قليل وتحتاجوا شي يساعدكم بس أنا أصلا ما تطول كمان فاهمين كيف فبس إحنا اللي حنستخدمه الزيت والنار اللي هي يد النار طيب فنجهز يد النار شوفوا آه محطة السكر أنا سكر أخضر شوفوا حنستخدمه هنا أهو ودي حينا ندنك طيب ودي يطول القتال بس أبوريكم إن شاء الله تزبط معايا لو ما زبطت تطول القتال تيجوا زي كده انتم دنقين وتيجوا من وراه واستنوا تصير الدائرة حمراء وبعدين تضغطوا أروان شايفين سننا دمه ترا كذا اختصرنا نص الفايت خلاص هذا مرة يمسك مرة مرة شوف شوف جاءت العلامة الحمراء معناته حيمسك دائما وراه ممكن تضربوا هنا أروان واحدة أو اثنين بس لا تكثروا لما يسوي كذا ممكن تستغلوا وترموا عليه الزيت طيب واستنوا هو يضرب قبل لا تضربوا بالنار لما تضربوا بالنار ينقص من دمه كثير قدوا خمسة ستة ضربات هنا بعدين استنوا شوفوا بعده ضربتين ثلاثة زبطت معاي ضربتوا في وجه مفروض ضربتين ضربتين ما زيد عنها ودائما دوروا حولوا استنوا هو يضرب بعدين أنتوا سووا شايفين لو راوقتوا صح بيسوي داير وهذه الضربة الوحيدة اللي تصدوها شايفين كيف عنده ضربة كده يجري وياه بدك بس لا تعطي فرصة انت أنا حضربوا شوف لو ضربتوا بالنار بدون الزيت برضو يتستن كده فنقدر نضربوا عادي شايفين أنا قتلتوا بسرعة بس يعني حتحاولوا معا طيب خلوا الزيت للترايات اللي تحسوها ناشحة يعني لا تستخدموا الزيت على طول طيب وشوفوا أعطانا سبحة وأعطانا هذا الشي شنوب المدس الرال توقع هذه تزيد كمية الهيلة اللي يجينا من الفلاسك طيب السبحة يا جماعة توقع تلاقوها هنا شايفينها هذه لما تكمل أربع حبات تروح تحطها في البومفير تزيد دمك خلاص تزيد دمك ودفاعك فبس وهنا في واحد رماح معا رمحة بوريكم الميكير كاونتر شايفين زي كده تسوي دائرة على قدام يعني تسوي داش على مكان الضربة بس وتقدر تطعنوا بعده طبعا مر مر يضرب البار الأصفر هذا أي واحد رماح حرفيا حتدعسوا بالضربة ذي حرفيا حرفيا ما في أي ضربة تجيك من قدام رمحة وسيف حتى لو واحد حيطعنك كده يعني طعنك كده كده بصبع كده واحد يسوي لك كده تعرف يسوي لك كده أنت تدعس على رجلك خلاص مو بكيفك خذوا هذه وهنا هذه في جورد سيد هذه اللي تزيد الفلاسك وعندنا هنا كمان آيتم نشيله بس ما حنمشي من هنا حنمشي من وراء طيب تجوا من هنا هنا عبواكم تجروا شوية فأجروا معايا عشان اللي يشوفوكم الناس طيب في واحدة هنا تسوي طبلة تفضحك هذه اقتلوها بعدين هنا بس اللي شايفك هذا بومسدس شايفينه فانزلوه لأقتلوه وبعدين أرجعوا فوق لو تقدروا بدون ما يشوفكم اللي تحت لو في احد تحت هنا مفروض نقدر نقتله بس خلاص مو مشكلة هنا ضربوهم تحت هنا لتضربوهم فوق حيجوكم واحد واحد تقريبا أنتوا تفاهموا معاهم شايفين واحد واحد استنى لين يصدوا بعدين اش يسموه بس لوجوكم زي كده الله يعينكم حبا حبا بس صدوا حاول تقتلهم واحد واحد واحسب مثل واحد يموت يعني زي هذولا أضعف من هذا بس يقدروا يعني يصدوا كم مرة وهذا يقدر يصد أكثر بكثير و أصعب في أنك تقتله تقدر تضربهم بعيد بعيد كده لو أنت مرة شايل همه سوفي الأغلب حيصد ما صد مدري لاش غبي صار غبي معاي حظة حلو للحين خان الله أكتله هذب ومسدس احنا كده نظفنا المنطقة هناك فيه ميني بوس شايفين كان مفرض أقول لكم أنه فيه ميني بوسين أصح برضو نفس الفكرة نبغى نتضارب معاه بدون ما يعني كيف أقول لكم يعني ما نبغى الدمين نجلس نتضارب دم واحد بس فنفس الفكرة عندنا النار وعندنا الزيت وننقصه ودمه كمان يعني كل أنواع الجبنة رهمين كم دايما ننظفوا المنطقة إذا هو سافقه ما حيفوككم ترى فأرجعوا يعني أرجعوا من هنا كده أرجعوا واطلعوا من الشباك اللي جيتوا منه لما هو يرجع ما يشوفكم خلاص أنتوا أرجعوا تعالوا وأنقزوا عليه زي ما حسوي داحان زي كده اح ما زبط هل ما طعننا الله جبنا العيد أرمع على الزيت أوكي ما رميت الزيت صح آه هو رميت الزيت صح انتبوا لما يسوي كده معناته حيط عنا سنقوله الـ R2 هو صعب مرة أنك تضربوا بالـ R2 ترى هنا كده نقدر سوف لما تيجي الكلمة فوق كده معناته تقدر تديه أربعة ثلاثة ضربات سوف الأغلب بيصد هذا عنده كم ضربة كده يضرب ترى مرة سيئ هذه اللي قلت لكم تنطوا عليه وتضربوا R1 نات حاولوا قد ما تقدروا تكونوا هجومياً معه هذا مرة يعني يبغالوا تعود على ضرباته الصراحة شانو مرة كاريه شوفوا قرابة تاكا شوفوا ضربني ها كل شوية كل ما يسوي لك ستنتر حيحاول يمسكك وبس وكذا نقتله برضو بقول لكم لازم تعودوا على ضربه طيب فبس نزل لنا السبحة برضو هذه الآيرون سكراب هذه اللي انطور بيها الحاجات قلت لكم دح نجي مع الباب هنا حاخدكم لفة بس عشان كم آيتم ترى مو مهمة مرة بس فيه ناس ممكن يبغوها شيلوا هذا الآيتم هنا حنحتاجه بعدين هذا مرة لا تستخدمه طيب البنفسج هذا ديفاين كونفتي لا تستخدمه الحين لين أنا أقول لكم نمسكوا في الطرف هنا وبس نمشي للأسف ما في خريطة لازم تمشي معاي في الفيديو طيب حاولوا يعني بس تعرفوا اتجاهي أنا كذا حلوف لفة كاملة على المكان طيب هنا وبعدين ننقذ هناك شايفين على الأرض بس هنا في كهف مظلم كذا هذا حنجيله بعدين آخر اللعبة في حاجات نسويه هنا أنا ما أباكم تمشوا هنا مع الكهف طيب بس عشان يعني من مبدأ انه أفتح لكم الطريق هو الطريق تحت هناك لو تروح في وحش مرة قوي ما تقدر عليه هذاك الشيء بنفسك شايفين ما تقدروا عليه مستحيل مستحيل حرفية مستحيل هيجننكم أول مرة مستحيل لو انت تلعب اللعبة ممكن تارفش تسوي معاه بس الأفضل انك ما تتضرب معاه الحين بس أمشي من هنا هتلاقي هنا فيه زي الوزغات كذا يموتوا بضربة يسوي بويزن بس يشبكوا فيك سم فانتبه منهم قاعد يوزغة واحدة هنا الوزغة الثانية فوق شوف هذا السم اللي قلت لكم عنه طبعا لو شبك فيك يجل زمك ينقص ما في أي بداع في الموضوع عادي سم يعني سم طبيعي بس أنتي دوت باودر للسم طبعا وهذا وهذا يهيي لك هذا هذا زي الهيل زيادة كده يعبي دمك كامل خلولي الوحوشة المرة قوية في الأغلب طول اللعبة ما حتش تهجد تستخدمه وشوفوا رجعنا فإن ما كنا سحين بخليكم تعدوا من عند الثعبان طيب تيجوا من هنا على اليسار تحت شايفين انتبهوا تطيحوا مسافة مرة طويلة هنا ممكن نسوي ريسات حتى ممكن ترجع جيب الفلاسك الثالث بس حاليا ما نحتاجوا عادي طيب هنا أنا أبغاكم أنتوا تجربوا حاولوا مع الثعبان شوية طيب حاولوا أنتوا أمشوا من هنا شوفوا شي سير معاكم حاولوا تكملوا المنطقة هذه طيب لن توصلوا للبومفاير اللي بعدها لو ما عرفتوا تعالوا شوفوا معايا خلاص قلت لكم بس أنا عندي طريقة هنا يعني أسهل من ناحية تعامل مع الثعبان وفي ناس كثير ممكن يعني سبيد رانر يعملوها أسهل من كده بس أنا حاملكم هي بالطريقة اللي أشوف أنا سهلة نكتمشي من هنا بعدين تنقس كده شايفين على الشجرة دي وبعدين من الشجرة دي على هنا تحت على الشجرة دي كده أنت عملت اختصار لثعبان لو جربت معا لما قلت لك تجرب صارت موضوع مرة طويل ترى بس هنا لا تنسوا تنطوا بس إن شاء الله تطيحوا تحت وأمشوا هنا على طول والسقوا في الجدار وكمل ومشي هو دهين حيجي هنا انتبهوا يشوفكم شوفوا زي كده انت حتمشي من ثلج ورى ثلج ورى ثلج ورى ثلج زي كده فاهمين إجلسوا أمشوا لو سارت صفرة انتبه نبغى إحنا نروح للسيارة هذيك شايفين السيارة نبغى نروح له بس هو راسه هناك خلوا أول ما يبعد راسه إحنا نروح حتى أجري وكيف أقولك يعني يفك الجدار بالمربع وأجري وسوي مربع على طول حتى لو شافك ما هيقدر يضربك لما تسوي كده حيقرب بعين وكده انت تعرف تديف عين واحدة وبعدين حنهرب لازم نهرب بسرعة طيفين طبعا صديقة ما ماتة لازم نهرب وبس فمن هنا طبعا هنا أنقزوا على هذي وبعدين من هذي على الكهف هناك وأجروا أجروا انتبهوا تموتوا هاي 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 أنا هنا أول مرة لعبت سكر وقداني جمسكير قاعدت واقف في الكهف حسب نفسي هربت والله طليل قيدخل راسه قتلني وقلبي فز من مكانه لين دحين قلبي وجعني من هذه الحركة اللي سواها فيه لين يومكم ده طيب هذي نبغاها الأكو شقر اللي هي تزيد الهجوم وهنا في بومفير هاي هنا بس نقعد هنا عشان نجهزه وش اسمه لو تحتاجوا أنا أقول أرجع نرجع دحين نجيب الهيلة الثالث ولا هل أرجع أجيب الهيلة الثالث لا مدحن دقيقة طيب هنا في وحوش كثير طبعا أباكم تكتروا أبو مسدس هذا عشان أبو مسدسات ما شاء الله عليهم عيونه مرة مرة طويلة عيونه مزايغ زي ما يقولوا الجماعة بس مو مشكلة لو شافكم التاني ما يأثر أنا أهم شي عندي أهم شي في واحد عملاق هنا شوفوا تقدروا تسحبهم كذا ترى الكل هذا معقول شايفين هذاك الدبه ممكن تضاربوا معاه معقول قتاله مو مرة صعب بس هيتعبكم فالأفضل يا أنكم تستنوا هنا لين يجي هنا قدامي يا أنه تروحوا تتقاتلوا معاه لو استنتوا تقتلوا بضربة واحدة ما يطول مرة يعني بس أتمنى أن الفيديو يكون مفيد لكم والله وصلنا خمسين دقيقة توقع مع التنقيح يكون كده خمسة واربعين خمسين دقيقة يعني حتى مع البوس اللي دحنها نكتله هو حلو لو ساعة كده فروغرس يعتبر والجزيات الجاي هي اللي حتكون أصعب شوي هذا كله حيكون دحنة ممكن ولا يكون دحنة أصعب شي عشان أنتم بتتعودوا على التحكم شايفينه كيف الله أفخاض ما شاء الله شوف كذا بام هذاك كان ممكن نتنصط عليهم هتوقع في تروفي أنك تتنصط على كل المحادثات اللي في اللعبة فلو تبقوا كان مفروض نتنصط عليهم أول كلهم رمح ولا لا هذا أزمة هذا شوفوا شوفوا أبرو محول هو الأسهل إنه يقتل تصدقوا حتى لو سوتلوا مكر واحدة قيدوا ميت هذا مرة يبغالوا صدتان وضربتان ومدراء كوكتايل كده تسوي له طيب نحن كذا تقريبا قتلنا كل شي هنا أتوقع أعتقد فيه بس واحد أو اثنين ورا ولا تنسوا تاخدوا اللوت نظف المناطق نطلع هنا فيه هذه الحمر اللي قلت لكم عنها حق القصة اللي ممكن يكون عليها التروفي أنك تشوف كل القصص هذه بالمرة عشان تعرف القصة بس طبعا صديقنا هنا واحد بس واحد هذا الحالو ترى ترى الاختفاء مرة يعني كيف أقول لكم هي قوي في اللعبة يمكن عشان لابس نفس لون الأرض هذا تقدروا تتنصطوا عليه برضو طيبين بس نطعناه نكتله كذا إحنا قتلنا كل شي هنا طيب أنا ليش قتلتم قبل ما أرجع للبداية أجيب إيش اسمها هذه القورتسيدة الثالثة أجيب الفلاسكة الثالثة اللي هي لنا عشان كنت أجيب السكيلة الثانية السكيلة الثانية اختفاء أحسن برضو شوفوا اللي هي هنا تحت هذه شايفينها بس هذه أنا بنتعلم الحين بس الثالثة بنتعلم هذه دائما الاختفاء مرة مرة كويس في اللعبة يفيدكم في حكاية أنه تأخذوا ضربة زيادة كده في البداية فاهمين كيف أرجعوا على ديليبتيت تيمبل هذا اللي هو المكان البداية الفاير لينك شراين نتكلمها تاني برضو شايفين كيف عشرين مرة لين تديك الوبشن حق هذا كل مرة جيهة هي كده حتجلس تديك كلام 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 لين تديك ايتم انتوقع بس القصة مرة غريبة والمهمات مرة غريبة هنا في اللعبة تفاصيلها مرة كده مدققة معقدة ما عرف شي يقوله طيب أشينا أوتسكيرت وبعدين روح لأشينا كاسل جيت فورترس وهنا احنا حنتضارب مع أول بوس حاوريكم الطريق اللي يعني انتوا لو متوا بتحاولوا تريات كثير تمشوا عليه سيدة فاهمين كيف ما نتضاربوا معه أولى شي تروحوا له على طول هو ذا أسهل شي يعني انك لما تضارب مع بوس تلس بس تضارب معه وما تروح يمين يسار تمسكوا هنا بعدين تمسكوا هنا وتمشوا مع الأطراف هذه في ايتم هناك ما أخدته أنا طماء لوت مو فارق معي إذا شافني هذا ما يقدروا ينقذوا غراك كده والله فرق ضربني المهم لا تروحوا لللوت طيب زي كده بعدين زي كده بعدين تنزلوا تحت هو حيكون تحت طيب استخدم هي لين أنا عشان دم يكون كامل ما عندي زيت للأسف كيرت نسبت حبة زيت لي استاهل حبة زيت في البداية يديك تحية كده ما هي ضرب أضربه قد ما تقدره طيب قيوبه دايما استناه هو يجيك ولو بعد مرة يعني في قتالك خليك قريب منه لا تروحوا بعيد وصد هنا والضربة الثالثة دايما خليك جنبه يعني خليك كده لاصب فيه في الأغلب ما هي حيجليك شايفين وجاهزوا نفسكم إنكم تصدوا لو جل جل ما جل لا الحمد لله فاهمين كيف تكون صديتها يعني أنا جالس ألعب بأسلوب غبي مرة وطبيعي إلا أنت تعود على الصد سيتعبك لما يسوي زي كده تقدر تضربوا ضربات كثير مرة وحيبعد عنك ما هيقعد شايفين لو بعد مرة حيجيك إنك تضغط القرابل شايفين سووها ضروري على طول لا تعطوه دقيقة وضربة واحدة بس وصدوا استنوا شوفوا ايش يسوي هذه ثلاثة ضربات دايما فصدوا الضربتين الأولى وروحوا وراه عشان الثانية ما يضرب ضربة واحدة تراه كم ضربة وراه بعض دايما شايفين كيف كده صد 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 لين ما تكتلوه بس أنا بهيل ممكن نضربوا بالنار توقع حصان ويتعور شوفوا على طول سووها لا تدو دقيقة ضربة واحدة وحتى لا تضربوا لو فيها خطر عليكم شوفوا هنا كم ضربة ضربتين وراه ها شوفوا نحن ضربت قال شوفوا قال النار هي تضرب من الدم بس مشكلتها شاسمه هذه مشكلة إنك تقعد لاصك فيه كمان يقدر يضربك من وراك ما تقدر تصد الضربة أنا ممكن أموت ترى طبيعي في بعض القتالات أخ بعت مرة مو من مصلحتك إنك تقعد بعيد عنه مرة ولا واحد في المية حتى شوفوا تستن أقدر أضربه براحتي داحين وحيبعد ما هيقعد لا تقعدوا وراها ترى لما تقعدوا وراها شاسمه يستخدم حركة كذا غبية مرة يبني تعال هذه الحركة كمان اللي سواقق بشوية مرة تضرب أنا باقي له ضربه أموت شوف تقدروا تقعدوا وراها حتى يعرفوا تصدوها اللعب كله صد كيفين صد وراه وصدوا برضو احتياطاً هنا فرصة إن أقتلوا حتى لو ما قتلتوا حيبعد وحيستخدم الخطاف أو إنه حيحاول يجيك كده خلاص وزي كده البوسات لما انتفنشوهم لما تسويوا زي كده ترى مرتين تضغطوا لو ما ضغطوا مرتين يعني يجيك مرة وبعدين مرة لو ما ضغطوا ترى يرجع تضرب معاك يكمل بس انتبووا للموضوع ده وبس كده إحنا خلصنا توقع المنطقة الأولى يعتبر أشينة كاسل أو أشينة أوتسكيرتس أغلبكم في الأغلب ما واجه مشكلة إلا هنا من ورا الباب ذا بس للأسف أنا حتطر طر 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 أنهي الفيديو هنا طيب أديكم معلومة أخيرة بس إنه أي بوس تهزموا تجوا على البومفير وتسوي انهانسة تاك فاور في خيار هنا ورايا لازم نحرك الكاميرا حنحرك الكاميرا عشانكم ها تفيد انهانسة تاك فور هذا لما تسوي تستخدموا روح البوس عشان تزيدوا هجومكم قوة هجومكم فاهمين كيف فبس وعندنا دحينا سكل شوفوا كمان صارت اثنين ثاني في ناس ممكن يجيبوا الحاجات هذه بس حاليا إحنا ما نحتاجها طيب أبدا أبدا ما نحتاجها الآن فانصحكم تجمعوا تجيبوا رقم ثلاثة هذه إحنا لو حنكمل في الأغلب في الأغلب هنرجع هيراتاستيت من هنا هنكمل في الأغلب أيوه هرجع هكمل لكم من هيراتاستيت ولو انه أصعب شوية بس هنمشي من هنا خلاص الفيديو الجاي إن شاء الله أتمنى الفيديو عجبكم وأتمنى انه الشرح كان واضح إلى حد ما شرحت لكم أغلب الحاجات الأساسية اللي تحتاجوها للحين طيب ما في حاجات أكثر من كده الآن لأن هذا قيوب وما في أكثر من كده بس في حاجات ممكن زيادة تستجد تستجد بعدين هي دي سكروا طيب أتمرنوا على الصد وحاولوا قد ما تقدروا تزبطوا التايمينج حقه ما أقدر التايمينج يعني توقيت الصد أبداً ما أقدر أعطيكم أي نصيحة غير إنه يعني لو حتلعبوا حتى يعني صد دائماً يعني إنك تصد الضربة ولا إنك تفك الدفاع حقك فاهم كيف تصد صد عادي يعني مصد مثالي ولا إنك تفك الدفاع حقك وتأخذ الضربة تأخذ لك علقة تحفيه دمك مرة قليل هنا طيب فبس بويت يعطيكم ألف عافية أتمنى الفيديو أعجبكم لو تبعون أنكمل قلولي لو حاسين الفيديوهات ما لها داعي أوكي الفيديوهات ستكون تختيمي أعتبر سنطول فيها شوية فبس أتمنى تعجبكم يلا ما أطول عليكم أقول لكم مع السلامة ولا تتعلمون لايك وشير وسبسكرايب طبعا ما عرف حس قلت هقولها ثاني ولو تحتاجوا منه أي شيء أنا موجود في ديسكورد وتويتر وإنستغرام وتويتر أيها خلاص مرتين تويتر مدري لجبس مرتين بس يلا أقول لكم مع السلامة اشتركوا في القناة